السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ أعزائي تلاميذ صف الثالث ابتدائي معكم السيد نور الهدى مادة القراءة العربية اليوم سوف نأخذ التعبير الكتابي الطيور قبل ما أبدأ بقراءة التعبير نستذكر أهم خطوات كتابة التعبير أولا نكتب اسم التعبير في وسط الصفحة ثانيا نكتب التعبير بالتسلسل حسب تسلسل الأرقام الصحيحة لكن بدون كتابة الأرقام ثالثا نترك مسافة كلمة في السطر الأول فقط رابعا نهتم بالإملاء والخط خامسا نراعي علامات الترقيم نبدأ بقراءة التعبير الحمام والدجاج والأوز والبط من الطيور الأليفة تعطينا البيض واللحم والرئش وتوجد طيور مائية مثل البط والإوز واللقلق ومالك الحزين تعيش في الأنهار والبحيرات والأهوار العصافير والبلابل تعيش في البساتين والمزارع تغرد وتزغزق وتبني أحشاشها على الأجار وتوجد طيور جارحة مثل النصر والموم والصقر تعيش في كهوف الجبال والغابات والخرائب أعزائي التلاميذ كتابة هذا التعبير مرتين على الدفتر الخط اكتب في دفترك بخط واضح خمس مرات كل القرى والمدن في بلادنا جميلة كل القرى والمدن في بلادنا جميلة ننتقل أحباء التلاميذ إلى موضوع نظارات الدب أبي فهد سوف نأخذ الجزء الأول من الموضوع لهذا اليوم فقط جاءت الدجاجة الصغيرة تركض برجليها الصغيرتين إلى بيت العم الدب أبي فهد وطرقت الباب ونادت يا عمي يا أبا فهد هل تريد أن تخرج للنزهة في الغابة في الغابة أجار وحيوانات وطيور كثيرة ففتح العم الدب أبو فهد الباب قليلا وهز رأسه وقال يا أيتها الدجاجة لا أقدر أن أخرج للنزهة لأنني ضيعت نظاراتي قالت الدجاجة لا تحزن يا أبا فهد سأفتش لك عن نظاراتك ذهبت الدجاجة الصغيرة تركض حتى جاءت إلى الدبة أم غزيلان وأولادها الدببة الصغار الدببة الصغار غزيلان وقحيلان وسعيدان فقالت لهم وهي تبكي لقد ضيع المسكين أبو فهد نظاراته وهو لا يقدر بعد الآن على أن يخرج من بيته للنزهة فقالت الدببة الثلاثة الصغار كلهم مرة واحدة لا تبكي أيتها الدجاجة لنذهب فنفتش عنها فذهبوا وفتشوا عنها هنا وفتشوا هناك وفتشوا في كل مكان فلم يجدوها فقالت لهم أمهم الدببة أم غزيلان لا تبكوا يا أولادي تعالوا نذهب إلى الكلب حديدان فلعله يقدروا على أن يجدها ذهبت جميع إلى الكلب حديدان فقال أنا أفتش عنها ذهب الكلب وفتشوا هنا وفتشوا هناك هل وجد الكلب النظارات وبعد قليل رجع الكلب يرقض ويصيحه وجدتها وجدتها ركضت جميع فراء النظارات في يد حديدان ففرحوا فرحا عظيما ثم ذهبوا إلى بيت الدب أبي فهد أعزائي الترامير المطلوب كتابة الجزء الأول من الموضوع مرتين على الدفتر أشكر لكم متابعتكم